لو ماشوفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكاية لوفي فارهو هتفرج على هاد الوقت علشان تقدر تفهم بيت الحكاية في الجزء اللي فات من حكاية لوفي شفنا تحول لوفي للجير الخامس اقوى تحول تحوله لوفي والكتالي القوي جدا اللي حصل بينه وبين كايدو وشفنا كمان اطلاق لوفي لزروة قوته هو كايدو لزروة قوته وشفنا كمان موت اوروتي وشفنا كمان قبضة لوفي العملاقة اللي كانت هتضمر جزيرة ونجاشيما واللي قدروا ان يهزم بها كايدو وشفنا كمان ماضي كايدو وشفنا في النهاية سكوت كايدو في الحمم البركانية زي البيج موم وانتصار لوفي في المعركة اللي دارت ما بينهم وشفنا كمان هوبوت جزيرة ونجاشيما بسلام وفرحة عضاء التحالف بنهاية الحرب ديت وانتصارهم فيها فياترى ياترى هو اللي يحصل بعد كل اللي حصل دوته وبعد انتصار عضاء التحالف في تلك الحرب وياترى هو وهي الحاجات اللي مستني انا تاني تعالوا بنا نعرف مع بعضنا ونكمل بقية الحكاية بعد المعركة القوية جدا اللي حصلت بين كايدو و لوفي وهزيمة كايدو في النهاية بنشوف كايدو اللي بيقع في الحمم البركانية اللي واعد فيها البيج موم وهو بيفتكر اخر لحظاته في الحياة وبيفتكر كايدو في الوقت دوت اما كان قاعد مع كينجي في يوم من الايام وبيتكلمه هما الاتنين عن الحاجات اللي كتبها اودين في المذكرة بتاعته وان في يوم من الايام هيجي شخص اسمه جوبوي والجوبوي دوت هيحرر بلاد وانو من العبودية اللي هي فيها وكمان هيفتح بلاد وانو على العالم كله وبيقول كايدو لكينجي في الوقت دوت ان هو حاسس ان الشخص اسمه جوبوي دوت هو اللي يهزمه علشان كده هو مستني اليوم دوت وكنجي بيقول لكايدو بما ان جوبوي دوت هو اللي يهزمه فمستحيل يكون موجود اصلا لان انت مش تتهزم ابدا لان انت اقوى مخلوق في العالم لكن طبعا خلاص كل الكلام ده واتفات لان احنا بنرجع لوقتنا الحاضر وبنشوف كيده بعد ما افتكر الزكريات ديات وبيقول ان فعلا اللوفي هو الجو بوي وبيقع كيده في الحوم والبركالية وبيموت وبينتهي للابد وبنشوف في الوقت ده وات اللوفي اللي بيقع من اعلى السماء بعد ما اغمع عليه لكن يا ماتو بتلحوا بلما يصطدم في الارض وبنشوف كمان في الوقت ده وات اعضايا التحالف اللي بيكونوا فرحانين جدا بانتصارهم في الحرب وبتحرنهم لبلاد وانو بعد 20 سنة من العذاب وفي نفس الوقت عند اهالي بلاد وانو اللي بيحتفلوا بمهرجان النار بيحسوا بهزة ارضية قوية جدا وبتكون الهزة ديات بسبب البركان اللي ويع في البيج مام وكايدو وبيخاف في الوقت ده وات اهالي بلاد وانو جدا وبيفتكروا ان الهزة ديات بسبب كايدو وبيقولوا انهما لازم يهربوا من المكان قبل ما كايدو ييجي ويخلص عليهم لكن في الوقت ده وبيظر ممونسكة في السماء قدام اهالي بلاد وانو ومتحول لهاية التنين واهالي بلاد وانو بيخافوا اكتر واكتر وبيفتكروا ان ده وات كايدو وبيبدأوا انهم يهربوا بسرعة كبيرة من المكان لكن في الوقت ده وبيظر دينجر وهيوري قدام اهالي بلاد وانو وبيمنعهم من الهروب وبيقولونهم ان ما فيش داعي للهروب بداية من النهاردة وان الزلم اللي كانوا هما بيتعرضوا له خلاص انتهى اهالي بلاد وانو بيستقربوا من كلام دينجر وهيوري لانهم اصلا مكنوش يعرفوا بالحرب اللي كانت شغالة وهم فكرين لحد دلوقتي ان دينجر وهيوري لسة شغالين عند اروتشي لكن في الوقت ده وبيظر كنمون والاغماد التسعة بقيتهم كلهم وبيقفوا جانبان الى جانبه بجانب دينجر وبجانب هيوري امام اهالي بلاد وانو اللي مش مسدقين عينهم ومش مسدقين ان الاغماد التسعة لسة عايشين وانهما كانوا مفكرين ان الاغمد التسعة انتهوا من عشرين سنة وبينحني في الوقت داوت كن منه الباقيين لمومونوسكي اللي بيظهر بشكله البشري بعد ما بقى شخص بالغ قدام كل اهالي بلاد وانو وبيبدأ انهو يتكلم معهم ويقول لهم ان مرت عشرين سنة على موت ابو كوزوكي اودين وكمان والدته وانهو رجع تاني اهالي بلاد وانو بيستغربوا وبتصدموا وبيعرفوا انه داوت هو مومونوسكي ابن اودين وبيبدأ في الوقت داوت بس مباشير يتزعف كل حتى في بلاد وانو علشان كل اهالي بلاد وانو يشوفوا مومونوسكي ويشوفوا الخطاب اللي هو هيقوله وبيكمل مومونوسكي كلامه وبيقول لكل اهالي بلاد وانو ان يبدأ من النهاردة هم يأكلوا الاكل اللي هم عايزينه ويشربوا كمان الشراب اللي هم عايزينه وان من النهاردة ما فيش حاجة اسمها ظلم ولا عبودية وان اهالي بلاد وانو كلهم هيعيشوا العيشة اللي هم عايزينها اهل البلاد وانه بيستغربوا واما ونسك بيكمل كلامه وبيقول ان من 20 سنة في اللحظة اللي مات فيها ابو اودن وكمان امه هو ما ماتش معاهم هو والاغماد التسعة زي ما هما كانوا مفكرين انما هما هربوا البحر علشان يدوروا على اصدقاء يساعدوهم في الحرب ضد كايدو وانهما فعلا قدروا انهما يلقوا الاصدقاء دولات وعملوا تحالف متكون من الكراصنة وكمان الساموراي والمينك وادروا بالتحالف دوات انهم يدخلوا في حرب قوية جدا في ليلة مهرجان النار ضد كايدو واتباعو ويدروا انهم ما يهزموا كايدو وروتي وان كايدو وروتي خلاص انتهوا كل اهل البلاد وانه حرفان مش مسديني الكلام اللي بيقولوا مومونسك دوت وان كابوس كايدو وروتي خلاص انتهى وكلهم بيفرحوا فرح كبير جدا وبيبكوا من كتر الفرح مومونسك بيكمل كلامه بيقول الاهل البلاد وانه انهو بيطلب منهم انهو ما يساعدوا بكل قوتهم علشان يرجع بلاد وانهو لصابق عهدها وانه بداية من النهار ده بلاد وانهو ترجع لحكم عشرة الكوزوك مرة تانية وهو كوزوك مومونسك هيكون الشجن الجديد للبلاد كل اهل بلاد وانهو بيفرحوا فرح شديد بعد ما بيسمعوا خطاب مومونسك وكل عضاية تحالفهما كمان بيفرحوا وكلمون والاغمات كلهم بيفرحوا فرح شديد وبيبكوا من كتر الفرح واخيرا وبعد عشرين سنة من العناء والعذاب لأهال بلاد وانهو بلاد وانهو تم تحريرها وكابوس قروتشو كايدو تم القضاء عليه ونبوية قدن اتحققت في تحرير بلاد وانهو وبعد كل اللي حصل ده بيمر اسبوعين وبيكون لسا لوفي ولسا زورو مغم علم هما الاتنين بعد المعارك اللي خدوها وكل مستنيوا من هما يفوقوا ومحدش يعرف هما هيفوقوا امتى وبيكون في الوقت دهات اهال بلاد وانهو عايشين احسن ايام حياتهم وبياكلوا وبيشربوا الاكل اللي هما عايزينه وبياكلوا انضف انواع الاكل وكمان بيشربوا انضف انواع المية وبيكون في الوقت دهات كل اهالي بلاد وانهو بيحضروا المهرجان كبير والوليمة كبيرة هتبدأ اول ما لوفي يصحى وبنعرف في الوقت دهات من كلام اهالي بلاد وانهو ان اهالي بلاد وانهو ما يعرفوش هو مين لوفي دهات وما يعرفوش ان لوفي هو اللي هزم كايدو وكل اللي يعرفو عن هزيمة كايدو ان اللي هزم كايدو هو شخص اسمه الجو بوي وان الجو بوي دهات غادر بلاد وانهو اول ما هزم كايده على طول المهم في نفس الوقت دوات بنشوف كنمنو كاوماتسو وما بتكلمه عن كل الاشخاص اللي خسرهم في الحرب ديات وبيقرر كنمنو كاوماتسو ان هم يعملوا معبد يدفنوا في كل الاشخاص دولات وطبعا اهم اتنين في الاشخاص دولات هم اشورة وجه اللي ضحى بنفسه وكمان ايزو اللي ضحى بنفسه وفي نفس الوقت من الناحية التانية على شاطئ بلاد وانو بيكون فرانكي مع كابتن كدو ترف رجال له بيجهزوا السفن بتاعتهم علشان يبقوا مستعدين للرحيل في اي لحظة وبيكون كابتن كدو ترف رجال له في الوقت دوت واسكن بشكل كبير ان اكيد مكافاتهم هترتفع بشكل كبير جدا بعد الحرب ديت وبعد هزمتهم من اليونكو البيج موم ومش بادي ان واحد منهم يبقى يونكو وفعلا واسنما كابتن كدو ترف رجال له بيتكلموا عن المكافأة بتاعتهم بيظهر سكراتشي مان اللي بيكون مع صحيفة وبيقول لهم ان فعلا مكافأتهم زادت والعالم كله مقلوب عليهم وبيديهم الصحيفة ديات علشان يعرفوا مكافأتهم باقت كام وبياخد فعلا كابتن كدو ترف رجال له الصحف علشان يعرفوا مكافأتهم زادت قد ايه وبيقول ان مكافأتهم زادت بشكل كبير لكن كابتن كده اولنا بيشوف مكافأة لوفي بيتضيق جدا وبيقول ان هو هيخلص على لوفي وفي نفس الوقت من الناحية التانية في قلعة الشجن في عاصمة الظهور بنشوف ان لوفي وزورو اخيرا فقوا من الاغماء اللي هم فيه بعد اسبوعين كاملين من الاغماء واول ما بيفقوا بيقولوا كلمة واحدة وانه هم جعانين وبيبدأ لوفي وزورو انهما يأكلوا كل الاكل اللي بيتقدم لهم بشراسة كبيرة ومومونسكو ياماته وكل الموجدين بيفرحوا ان لوفي وزورو رجعوا مرة تانية وانه هم بخير وبعد كل اللي حصل دوت في نفس اليوم بالليل بيحصل مهرجان ووليمة كبيرة جدا في بلاد وانو احتفلا بانتهاء 20 سنة من العناء وانتصار عضاء التحالف في الحرب ضد كايدو وبيبدأ لوفي وكل عضاء تقم كبعة الكشو وكل عضاء التحالف واهالي بلاد وانو انهم يحتفلوا بالمهرجان دوت ويحتفلوا بالانتصار الكبير اللي عملوه وهم مبسوطين لكن في ظل احتفالات بلاد وانو ديت وخارج بلاد وانو المعزول عن العالم بيكون العالم كله مقروب لقصا على العقل بعد ما عارفه نتيجة المعركة اللي حصلت بالجيل الاسوأ واليونكو وبنشوف في الوقت دوت الجوريسك الخمسة اللي بيكونوا مصدومين جدا من الاخبار ديت واللي بيكونوا عرفوها من عضو السيفر بول الاخير اللي قدر ان هو يا رب من بلاد وانو وقال لهم على نتيجة المعركة واللي حصل في المعركة بالتفصيل وبيكون الجوريسك الخمسة مش عايزين انشرو اي اخبار عن الحرب اللي حصلت ديت وعايزين يزيفه الحقيقة وكمان مش عايزين انشرو اي صورة اللي هو فيه بتحول الجير الخامس اللي هو فيه دوات علشان مش لازم اي حد يشوفه بالشكل دوات لكن خلاص بيكون فات الاوان والجيروسكي ما بيلحقوش انهما يزيفوا الاخبار والاخبار كلها بتنتشر في العالم كله عن الحرب اللي حصلت في بلاد وانو وكمان هزيمة اليونكو البيجموم وهزيمة كايدو وطبعا اللي نشر الاخبار ديت هو طائر الصحافة بتاعنا اللي بينشر كل الاخبار على حياتها وبتصدم الناس في العالم كله من الاخبار ديت واني في اشخاص ظهروا في العالم قدروا انهم هزيموا اليونكو البيجموم واليونكو كايدو واني موازين الكوة في العالم كده تغيرين وطبعا بسبب كل اللي حصل دوات تم رفع مكافية السلاسي بتاعنا كابتن كينوت رفرجال لولوفي وبقت كل مكافية واحد منهم تلاتة مليار بيري العالم كله حرفيا بيكون مصدوم بعد ما سمع الاخبار ديت لكن العالم مش مصدوم بسبب الاخبار بتاعت حرب بلاد وانو هزيمت اليونكو البيجموم وكايدو بس انما بيكون كمان مصدوم من الاخبار بتاعت الجيش الثوري واللي عملوا الجيش الثوري لكن قبل ما اقولوكم هو اللي عملوا الجيش الثوري فاكرين قبل وقت تبدأ الحرب في بلاد وانو ما قلتلكم اني في خبر مهم انتشر في العالم والخبر دوت ليه علاقة بالجيش الثوري وسايبو وكمان مملكة البسطة اهو دوت بقى الخبر اللي انا هقوله لكم دلوقتي واللي مخلي العالم كله مالو براسل العقل بجانب الخبر بتاع حرب بلاد وانو والخبر دوت او اللي عملوا الجيش الثوري باختصار هو ان في اجتماع الريفر اللي كانت الحكومة عامله الجيش الثوري اقتحم من الاجتماع دوت وهاجم التنيني السماوية واعلن الحرب على التنيني السماوية وكان هدف الهجوم اللي عملوا الجيش الثوري دوت هو انهم ما يحرروا احد عضاء الجيش الثوري السابقين واللي هو كومة من تحت ايد التنيني السماوية وقدروا فعلا ان هما يحرروا لكن برغم كده المشكلة مش في هجوم الجيش الثوري المشكلة ان بعد هجوم الجيش الثوري تم اعلان ان الملك كبرى ملك مملكة الابسطة تم اغتياله وتم قتله وان المتسبب في قتل الملك كبرى ملك مملكة الابسطة هو سابو وغير كده كمان الاميرة في في اميرة مملكة الابسطة اللي كلنا عارفينها اختفت ومحدش يعرف هي راحت فين وكمان سابو اختفى ومحدش يعرف هو راح فين وحتى الجيش الثوري ما يعرفش سابه راح فين وما يعرفش هو ليه سابه قاتل الملك الكبرى وطبعا بسبب اللي عمله الجيش الثوري دوات العلم كله تقلب حرفيا وبقى في عدد كبير جدا من الناس بيقيد الجيش الثوري وخاصة سابه لان الناس ديات مفكرها النساب هو المسؤول عن الهجوم في اجتماع الريفاري والنساب هو اهم شخص في الجيش الثوري وبقى سابه حرفيا مشهور اكتر من درجون قائد الجيش الثوري المهم في نفس الوقت دوات بنشوف قائد اسطول البحرية اكاينو واللي بيكون مدائي جدا بسبب الاخبار اللي انتشرت في العالم واللي عمله الجيش الثوري واللي عمله الكراصنة وبيقول ان ديات اسوأ فترة في تاريخ البحرية لان كل حاجة عمالة تتغير بسرعة وموازين القوة كمان عمالة تزداد لكن مهما حصل اي حد هيقف طريق العدالة هيخلص عليه وهايرسله الجحيم وبيطلع اكاينو حلزون الاتصال وبيتصل بادمرار ريكايجو اللي هو الملقب بالصور الاخدر وبيقوله ان هو ما يعملش اللي في دماغه ويروح لبلاد وانو علشان ما يسبب لهمش المشاكل لكن الادمرار الصور الاخدر بيقول لأكاينو ان هو مش يسبب اي مشاكل وان كل حاجة هتكون تحت السيطرة هو بيقفل الاتصال مع اكاينو وبيتحرك الصور الاخدر نحيط بلاد وانو وبيكون هدفه ان هو يوضبط على لوفي وفي نفس الوقت دو بنشوف ان الجورسك الخامسة سحبوا اسطول البحرية اللي كانوا باعتينو علشان وقف المعركة بين كايدو ولوفي اللي ان هم اصلا ما ادرش ان هم يوصلوا في المعاد ويقفوا المعركة ودوا بسبب ان الفيل زونوشا اعترد طريهم لكن الغريب ان الفيل زونوشا بعد ما المعركة خلصت اختفى في الضباب وما حدش يعرف هو راح فين المهم يسيبكم من كل اللي بيحصل في العالم الخارجي دوت وتعالوا بيا نرجع مرة تانية لبلاد وانو اللي بيكون المهرجان والاحتفال اللي فيها مشتعل على الاخر وكل الموجودين بيستمتعوا بوقتهم وفي الوقت اللي الكل بيستمتع بيبا الاحتفال بتكون روبين راحت لأحد الاماكن في بلاد وانو والمكان دوت بيكون موجود فيه واحد من احجار البونجليف العادية واسنان اما روبين بتقرى حجر البونجليف وبتكتشف المكان بيجي المدارب بتاعه تمام المكان وباللو روبين انا كنت تعرف ان انت هتكون موجودة هنا علشان طير الحجر وان انت لو احتاجت اي مساعد عن المكان دوت او تعرف المكان دوت ايه اسأليني لان انا كنت موجود هنا وعايش هنا الفترة طويلة روبين بتستغرب وبتسأل المدارب بتاع اتامة ازاي هو عاش في المكان دوت لفترة طويلة والمدارب بتاع اتامة بيقول للروبين في الحقيقة هو ما كانش عايش بمزاجه لان هو كان محبوس في المكان دوت روبين بتستغرب اكتر وبتسأل المدارب بتاع اتامة هو مين بالزبط لان الكوناع اللي هو لابسه دوت بيتلبس في مناسبات معينة وهو لابسه على طول علشان كده فيه شكوك ناحيته وهي عايزة تعرف هو مين المدرب بتاعه تابا بيقلع القناع بتاعه وبيتضح انه هو الشجن سوكياكي الشجن السابق لبلاد وانو وابو اودين واني احنا كنا نفكرين انه هو ميف روبين بتستغرب وبتكون مش فهم اي حاجة والشجن سوكياكي بيقول لها انه وردش زي في موته قدام كل اهالي بلاد وانو لكنه في الحالة ما ماتش ولا اي حاجة انه ما كان محبوس في المكان دو واني وردش في دل حبس نهينا لفترة طويلة علشان يستولى على حكم بلاد وانو وانما قدرت ان انا اهرب لقيت ان بلاد وانو كلها تغيرت لاني وردش اصلا كان يستولى عليها وفي الوقت دو اتحسيت بالندم وكنت عايز انتحر لكني ما انتحرتش وقررت ان انا عيش واستنى النبوة اللي قال عليها ابني اودين النبوة اللي هتيجي بعد عشرين سنة وفعلا النبوة جت وتحققت الروبين بتستغرب بعدها بتسمع قصة سوكياكي وبتقول له ان برغم الكل بفكره ان هو ميت لكن هيكونوا سعداء جدا وخاصاتها مومونسكو وهيوري ان ما يعرفوا ان هو لسه عايش وبتكمل روبين كلامها وبتقول له الشوجان سوكياكي بما ان انت الشوجان السابق لبلاد وانو فانا عايز اسألك عن واحد من الاسلحة التلاتة الاستورية اللي هو السلاح بلوتون اسكال فعلا موجود في بلاد وانو ولا لأ الشوجان سوكياكي بتصدل من كلام روبين دوت وبيقول لها هو انت عرفت ازاي ان واحد من الاسلحة الاستورية التلاتة اللي هو السلاح بلوتون موجود هنا في بلاد وانو روبين بيقول لشوجان سوكياكي انها عارفت عن طريق حجر ابن جليف اللي قررته في مملكة البسطة واللي كان بيقول له ان واحد من الاسلحة الاستورية التلاتة اللي هو السلاح بلوتون موجود هنا في بلاد وانو وانها عايز تتأكد بس اس كان السلاح موجود ولا لأ الشوجان سوكياكي بيرد على روبين يقولها ان فعلا السلاح الاستوري بلوتن موجود هنا في بلاد وانو ومخبأ في مكان امن. روبين بتنزيل بعد ما اكتشفت الاكتشاف دوت وكده بتكون روبين وكمان احنا عارفنا مكان تواجد اتنين من الاسلاحة الاستورية من اصل تلاتة. وطبعا السلاحين دولات هما السلاح بلوتن اللي موجود في بلاد وانو والسلاح بوسايدون اللي موجود في جزيرة البرميين اي ما بقى بالنسبة للسلاح التالت والاخير واللي اسم ورانوس مناعرفش هو موجود فين لحد الوقتي المهم في نفس الوقت دوت بنشوف لوفي اللي بيكون عمال يستمتع بالمهرجان ويستمتع بوقته لكن في الوقت دوت بيجي كابتن كدل لوفي وهو متعصب جدا وبيدي له الصحيفة اللي مكتوب في هالاخبار عنهم لوفي اقول ما بيشوف الكلام اللي مكتوب في الصحيفة حرفيا بتصدم ودوت مش علشان المكافأة بتاعته اللي زادت بشكل كبير واصبحت 3 مليار بيري انما علشان لوفي اصبح واحد من اليونكو وبنعرف في الوقت دوت ان بعد هزيمة البيجموم وهزيمة كايدو والتغيرات والفوضى اللي عمالها تحصل في العالم ديات اصبح بطرة البحر الاربعة او اللي هم اليونكو كالتالي الاول هو زوج شعر الاحمر شانكس والتاني هو مارشال دي تيتش اللحية السوداء والتالت هو المهرج العبكاري باقي والرابع هو كوبعة الكش لوفي واخيرا وبعد رحلة طويلة جدا لوفي اصبح واحد من اليونكو وبطرة البحر الاربعة وكابتن كيل طبعا بيكون متعصب جدا لان لوفي بقى يونكو وهو اطراف رجال له مجافيتهم ارتفعت بس لكن دوت طبعا لان مش هاي حد يبقى يونكو كده وخلاص المهم لوفي وكل اللي موجودين في المهرجان بيبدأوا انهم يستمتعوا كلهم بوقتهم وفي نفس الوقت دوت على حدود بلاد وانو بيكون الادمرار الصور الاخضر ووصل لبلاد وانو وبيدخل الصور الاخضر لسجن بلاد وانو واللي بيكون محبوس في كل اتباع كيده اللي اتبقوا من الحرب وكمان كينج وكوين اللي بيكونوا هما الاثنين مصابين اصابات خطيرة ومش قادرين حرفيا علشان كده محبوسين هنا وبيضحك الصور الاخضر على حالة كينج وكوين اللي هما فيها وبيقولهم ان انتم على شافير الموت وحالتكم كلكم مزرية جدا وبيتعصب كوين جدا من كلام كينج وبيحاول ان هو يهاجم الصور الاخضر بيهجوم قوي جدا من شعاع الليزر لكن الصور الاخضر بيتفادى هجومه وكوين ما بيقدرش ان هو يهاجم اكتر من كده لانه هو حرفيا مش قادر وبيتعصب الادمرار الصور الاخضر جدا وبيستخدم فاكة الشيطان بتاعته فاكة الغابة وبيبدأ ان هو يهاجم كينج وكوين وكل الجنود اللي معاهم باخصان الغابة بتاعته وبيقدر ان يخلص على كل الجنود بكل سهولة وكمان كينج وكوين بيقدر ان يخلص عليهم هما كمان بكل سهولة وطبعا بيكون السورة الاخضر يدر ان يهزم كينجو وكوين كده بكل سهولة لان كينجو وكوين حرفين لو كانوا في كوتهم الكاملة ومش مصابين للاصابات اللي هم فيها ديه الدلوقتي لكنها تبقى معركة في مستوى تاني من القوة المهم الادمرار السورة الاخضر بيبدأ انه يتحرك علشان نروح لعاصمة الزور اللي فقى المهرجان والحفلة ويقبض على لوفي وفي نفس الوقت دوت خارج بلاد وانو وريب جدا من حدود بلاد وانو بنشوف الكورستان اللي ينقذوا الشعر الاحمر شانكيس هو هو الطاقم بتاعه اللي بيكونوا موجودين بالسفينة بتاعتهم قريب من حدود بلاد وانو وبيكون شانكيس واقفوا باسك الملسك بتاع لوفي وبيقولوا انه ما توقعش ابدا ان لوفي هيطور بالطريقة ديت ويوصل للحد دوت وبيكون كراسية شانكيس وقفين مع بعضهم وعملين يتكلموا وبيسألوا شانكيس اسكانها هيروحوا يقابلوا لوفي في الوقت دوت ولا لأ وكمان هم يعملوا ايه بخصوص اتباع لوفي اللي عاملين يزعجوهم وبنعرف من كلام كراسينة شانكيس ان واحد من اتباع جيش لوفي واللي هو بارتولوميو راح لجزيرة من الجزر اللي شانكيس ماقدم لها الحماية وحطت العلم بتاعه عليها وحرق العلم بتاع شانكيس وحطت العلم بتاع لوفي وقال ان لوفي هو اللي هيبقى ملك الكراسينة شانكيس بيرد على الكراسينة بتاعته وبيقول لهم انه ما فعلا لازم يحطوا حد الاتباع لوفي وخاصة بارتولوميو دوات بسبب اللي عملوه وانهم دلوقتي مش هيروحوا يقابل اللوفي لان دلوقتي حان الوقت لانتزاع كنز الوان بيس وفي نفس الوقت من الناحية التانية في عاصمة الظهور بنشوف ان الحاكم انه مراشو الحاكم نيكا ماموشي وريزو كمان شنوبو وكما ماتسو دينجرو سابوا الحفلة والمهرجان والاستمتاع بوقتهم وتجمعوا كلهم مع بعضيهم لانهم معرفوا ان في دخيل في بلاد وانو وطبعا الدخيل دوت هو الادمرار السور الاخضر واللي بيكون متواجه لعاصمة الظهور علشان يبض على لوفي لكن بيعتر الطريقه كما ماتسو دينجرو والباقيين السور الاخضر بيستقرب اول ما بيشوفهم وريزو والباقيين بيقولول السور الاخضر انهم ابدا مش هيروحوا له انه هو يقرب الحفلة والمهرجان اللي بيحصل دلوقتي وكمان مش هيروحوا له انه هو يبض على لوفي وبيبدأ في الوقت دوت رايزو شنوبو كما ماتسو وكمان دينجرو وحاكم انه مرشو الحاكم نيكا ماموشي انهم يهجموا السور الاخضر لكن السور الاخضر بيتفاد كل ضرباتهم وبيستخدم في الوقت دوت السور الاخضر كوة فاكية الشيطان بتاعته كوة الغابة وبيتحول لغابة مرعبة وبيحول كمان المكان كله من حواليه الى غابة وبيقول السور الاخضر لدينجرو والباقيين انه هو هيقيتلهم ويخلص عليهم وهيخلص كمان على كل اهالي بلاد وانه وانه ما فيش حاجة هتقدر انها تمنعه لان ما فيش قانون في الدولة ديت لان القانون بس للدول اللي تحت سيطرة حكومة العالم واي دولة مش تحت سيطرة حكومة العالم تعتبر ضحية ولكنها مش موجودة وبيبدأ السور الاخضر انه هو يهاجم دينجرو وكماندسو والباقيين بالاخصان بتاعته وهما بيبدأوا انهم يتصدوا للاخصان ديت ويبعدوها بيد عنهم لكن بتظهر في الوقت دوت يا ماتو اللي بتضرب السور الاخضر ضربة قوية جدا بالمطرقة بتاعتها لكن السور الاخضر برغبة كده مش بيتأثر بضربتها هو بيستعد السور الاخضر علشان يخلص على ياماته والباقيين لكن بيظهر في الوقت دوت كمان مومو نوسكي وهو متحول لهاية التنين بتاعته هو بيقول له السور الاخضر انا هو مومو نوسكي شجم بلاد وانو وبطردك برا البلاد ديت هو بيستعد مومو نوسكي علشان هاجم السور الاخضر بنفس التنين لكنه مش بيقدر انه يعمل كده لانه لسه برضك ما تعودش على جسم التنين لكن برغم كده مومو نوسكي مش بيخاف هو بيهاجم السور الاخضر وبيعضه وبيقول له انه مش يسمح له ابدا انه هو يهاجم بلاد وانو وانو ويحمي بلاد وانو مهما يكلف الامر لكن السور الاخضر بيقدر بكل سهولة انه يقعد مومو نوسكي بيستخدام الاخصان بتاعته هو بيتحاول ياماته والاغماد انه هو ما يساعده مومو نوسكي لكن مومو نوسكي بيكون مش عايز مساعدتهم وبيقول مومو نوسكي انه مش محتاج مساعدة اي حد وكمان مش عايز لوفي واتقم بتاعه يدخله في حربة الشخص دوت وانه عايز يحارب الشخص دوت ويقاتله لوحده لانه دلوقتي بقى شجم بلاد وانو وهو اللي ملزوم انه هو يدفع عن بلاد وانو لكن الاغمد ما بيرضش انه ما يسيبه مومونسك يقاتل لوحده وبيحاول انه ما يساعده في القتال لكن الصور الاخضر بيقدر انه هو يقايد حركتهم كلهم وبيقدر انه هو يمسكهم كلهم وبيقول الصور الاخضر اللي يماته مومونسك والبقين انه هو مش هيسيبهم ابدا وهيخلص عليهم لالوفي ما سلمش نفسه لكن مومونسك بيقدر انه يفك نفسه من الاخصان اللي كانت مقايدة وبيقول للصور الاخضر انه هو مش هيسمح له ابدا ان هو يدب الرعب في اهل بلاد وانو اللي فضله عشرين سنة عايشين في عناه وان هو النهاردة مهما حصل مش هيتهزم ابدا ويحاول بكل قوته ان هو يدفع عن اهل بلاد وانو لان هو شجن بلاد وانو والدولة ديت والبلد ديت هو اللي ملزوم انه يدفع عنها من اي خطر وبيجامع ممونسكي في الوقت دوت كل تركيزه وبيقدروا ان يعمل نفس التنين لأول مرة وبيهاجم السطر الاخضر بنفس التنين وان اللي بيكون هجوم قوي جدا ويقدر ان هو يحرق كل الاشجار اللي عملها السور الاخضر وكمان يكبر السور الاخضر ان هو يرجع لهايئته البشرية من تحاول الغابة اللي كان فيه وبيتعصب جدا السور الاخضر من اللي عمله ممونسكي وبيقول للممونسكي ان هو مش هيسمحه بسبب اللي عمله وبيستعد علشان يتحول لهايئة الغابة ويخلص على ممونسكي ويقضي عليه لكن في نفس الوقت دوت عند شانكس اللي موجود قريب من حدود بلاد وانو بيحس بوجود الصور الاخضر داخل بلاد وانو وبيعرف اللي هو بيعمله علشان كده بيكرر انه هو يعجبه وبيطلك شانكيس الهاكي بتاعه في كل مكان لحد ما بيوصل للصور الاخضر وبيهاجم الصور الاخضر بالهاكي بتاعه وكمان بيقيده والصور الاخضر بيتصدم او انه بيعرف ان الهاكي دوت هو هاكي اليونج وشانكيس وبيتكلم شانكيس مع الصور الاخضر وبيقوله انه هو شخص جبان لانه هو جاي يهاجم مجموع من الاشخاص لسه خارجين من حرب قوية وكمان من تغيير التاريخ وان هو لازم يسيبهم دلوقتي في حالهم السور الاخدر بيستغرب وبيقول لشانكس ان هو مش جاي علشان تقاتل معاه وان هو يسيبه في حاله لكن شانكس بيقوله ان هو يرحل بلاد وانه دلوقتي وانه هيخلص عليه وفعلا السور الاخدر بيرحل وبيسيب بلاد وانه وبعدها شانكس بيمشي هو كمان وبيبعد بعيد بلاد وانه وبيفرح مامونوسكي جدا لانه هو عمل كل اللي يقدر عليه علشانه يقدر انه يبعد السور الاخدر بعد بلاد وانه وانه هو كده هيكون قادر انه يدفع عن بلاد وانه وفي نفس الوقت ده و بنشوف زورو سانجي وجيمبي ولوفي وهم قاعدين مع بعضهم بعد ما حسوا بوجود السور الاخدر داخل بلاد وانه لكنهم مرضوش يدخله في المعركة اللي بينه وبين مامونوسكي علشان يده مومونسكي فرصة انه يثبت نفسه ويبقى قادر ان هو يدفع عن بلاد وانو بعد رحلهم وتاني يوم بعد ما بيخلص المهرجان والاحتفال اللي كان شغال بيتجمع اعضاء تقرب كبعة الكاش مع بعضيهم وبيكرروا انهم ارحلوا النهاردة من بلاد وانو وهي ري مومونسكي بيفرحوا جدا لان هو لسه عايش وكأنه الاغمات بيستغربوا جدا لان هو لسه عايش وفي نفس الوقت ده بنشوف كاروت اللي بتروح علشان تشوف الحاكم انه مراشو والحاكم نيكا ماموشي علشان هما استدعوها لكن بتطيع قاعدين مستنينها هما ومجموعة كبيرة جدا من المنك وكاروت بتستغرب لان كلهم يستنينها لكن الحاكم انه مراشو والحاكم نيكا ماموشي بيتكلمه وبيقوله الكاروت انهما استدعوها هنا في وجود كل المنك علشان يقولولها انهما قرارو انهما يخلوها حاكمة المنك الجديدة بدلهم هما الاتنين كاروت بتتصدم اقول ما بتسمع الخبر دوت هو بيتقول انها مش عايزة تبقى حاكمة ولا اي حاجة وان هي خلاص قرارت انها تنضم التقم كبعة الكاش وهتغادر معهم مما يغادروا من بلاد وانو ومش عايزة تبقى حاكمة المنج ولا اي حاجة لكن الحاكم انه مراشه والحاكم نيكاماموشي بيقوله الكاروت انهم خلاص قراروا انهم ميرجعوش تاني لجزارة المنج وهيعودوا على طول في بلاد وانو ودوات علشان يساعدوا مومونوسكي في اقدارة البلاد وادارة بلاد وانو وكمان يحموا بلاد وانو في حالة حصل هجوم زي اللي حصل مبالح في المهرجون وان هما تفقوا هما وكل عشرة المينج ان هي اصلح وحدة بالمنصب دوات وان هي الوحيدة اللي تصلح انها تكون الحاكمة من بعدهم كاروب بتتصدم لان كل عشرة المينج رشحتها ان هي اللي تبقى الحاكمة من بعد الحاكم ينو مراش وان كاماموشي وبيتقول انها ضعيفة ومش تقدر انها تحمي جزر تلمينج لكن كل المينج اللي حوالها بيرد عليها وبيقولولها ان هي مش لازم تكون قوية علشان تحكم وان هم هيحموها وهيحموا جزيرة المينج وان هي اصلح وحدة للمنصب دوها كاروب بتتصدم لان كلهم واسكين فيها وبتوفي انها تبقى حاكمة جزيرة زو جزيرة المينج وبتقول لهم انها تعمل كل اللي تقدر عليه وفي نفس الوقت من الناحية التانية على شاطئ بلاد وانو بنشوف ان تاكم كباعة الكاش وطاكم كابتن كيد وطاكم ترافرجال لو كل واحد منهم بيجهز السفينة بتاعته علشان يغادروا بلاد وانو وبنشوف السلاسي بتاعنا كابتن كيد وترافرجال لو ولوفي وهم عادي مع بعضهم عاملين يتخنقوه لان كل واحد منهم مش عايز يغادر مع التاني لكن كيد بيطلع البصلة بتاعته وبيقول للوفي وترافرجال لو ان احنا بعد ما نخرج من بلاد وانو هيكن قدامنا تلات طرق وثلات اماكن نقدر ان احنا نروح فيها وان كل واحد مننا لازم يختار طريقة علشان يمشي فيه علشان ما نمشيش مع بعضينا بعد ما نخرج من بلاد وانو وفعلا بيعملهم التلاتة قرعة علشان يعرف كل واحد فيهم هيروح فان اتجاه وبيروح ترافرجال لو في الاتجاه الشمال وكابتن كيد في الاتجاه اللي مين ولوفي في الاتجاه اللي في النص وبيتدقي لو في جدا لان هو ما كانش عايز يختار الاتجاه اللي في النص وبيقول ان هو واعب من اليونكو ولازم ان هو يختار الاتجاه اللي هو عايز وبيتكلم ترافرجال لو بيقول ان فعلا دي هات حاجة غريبة ان كروكوديل وميهوك وبواجي هم التلاتة يكونوا في ملسك واحد تحت اسم شركة معينة المهم في الوقت دوت بيقرر كابتن كيد وطرف رجاله و لوفي ان هم يبدأوا انهم يتحركوا علشان يغادروا بلاد وانه وقبل ما بيطلع طرف رجاله على السفينة بتاعته بيدي الكابتن كيد نسخ من التلات احجار بونجليف في طاعة الطريق اللي معاه وبيقول الكابتن كيد ان كده انت معك نسخ من التلات احجار بتاع البونجليف في طاعة الطريق زي انا ولوفي وحنا التلاتة كده متسويين هيقدر ان هو يوصل لجزيرة لافتن كابتن كيد بيتحمس جدا وبيقول ان هو لازم يدور الاول على الشخص اللي عليجه رحيناري لان دوت هيعربهم من هدفهم لوفي بيستغرب جدا اول ما بيسمع اسم الشخص اللي عليجه رحيناري دوت وبيقول هو مين الشخص دوت وبيكون مش عارف هو مين لكن طرف رجاله بيبان عليه اكنه يعرفه المهم كابتن كيد وطرف رجاله و لوفي كل واحد منهم بيرجع للسفينة بتاعته وبيستعدوا علشان يبحروا ويغادروا بلاد وانه وقبل ما بيطلع لوفي على السفينة بتاعته علشان يغادر بيتفاجئ بامونوسكي ويمات وكنمون اللي جايين علشان يودعوه وبينحانموا مونوسكي قدام لوفي وقدام طاقم كبعة الكش وهو عمال يعيات وبيقول لهم شكرا على كل حاجة منتم عملتوه علشاني وشكرا لان انتم بساعتون ان انا نتم لوالدي ووالدتي ومن غيركم ما كنتش قادر ان انا عامل اي حاجة وكنت ابضل دايما عايش في خوف وبيعاية كنمون ومونوسكي وهم بيوضعوا لوفي وعدها طاقم كبعة الكش في مشهد حزين جدا لكن لوفي بيقول للمونوسكي ان هو يبطل عياط وبيدي له العلم بتاعتكم كبعة الكش وشعار طاقم كبعة الكش وبيقول له ان هو يعلق العلم دوت فعلى حتة في بلاد وانو علشان اي عدوه هيوجم على بلاد وانو ويعرف ان بلاد وانو تحت حماية اليونك ولوفي مونوسكي بيفرح جدا لان كده بلاد وانو هتكون تحت حماية اليونك ولوفي ولوفي بيكمل كلامه مع مومونسكي وكينمون ويماتو وبيقول لهم ان في يوم من الايام لو اي حد فيكم قرر ان هو يبقى كرصان فاحنا هنكون مرحبين فيه في الطاقم بتاعنا وبيطلع لوفي على السفينة بتاعته وبيستعده الطاقم بتاعه علشان يبدأوا لبحار وبيوضع كينمون ومومونسكي ويماتو لوفي والطاقم بتاعه وبيتقول ياماتو لوفي انها كانت عايزة تنضم للطاقم بتاعه لكنها مقررت انها تفضل مع مومونسكي علشان تحمي بلاد وانو وتساعده في ادارة بلاد وانو وبعد توديع شديد جدا بين اعضاء الطاقم وبين مومونسكي والباقيين بيتحرك كابتن كده وترفرجالو لوفي بالسفن بتاعتهم علشان يغادروا بلاد وانو وبينزل لوفي وكابتن كده وترفرجالو بالسفن بتاعتهم من على شلالات بلاد وانو ورسميا السلسي بتاعنا بيغادر بلاد وانو بعد رحلة طويلة جدا ومعارض كوية جدا داخل تلك البلاد من المعاناة الذي دامت لمدة عشرين سنة فيا ترى يا ترى هو اللي يحصل بعد مغادرة تقم كبعات الكش لبلاد وانو وهو ايه الحاجات والمغامرات اللي مستنية يوم تاني في ذلك العالم الواسع ويا ترى هو اللي يحصل بعد التغيارات الكبيرة اللي حصلت ديته وبعد ما اصبح لوفي يونكو يا ترى هو اللي يحصل بالزبط ويلي مستنين تاني يستنون في الجزء القادم من حكاية لوفي وما تنسوش تصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام شكرا